ترجمة نانسي قنقر علاقات تاريخية متينة تربط مملكة البحرين بسلطنة برونايدار السلام مرتكزة على ما يجمعهما من قواسم مشتركة يؤطرها التعاون القائم بين البلدين بالإضافة إلى تجربة البلدين الرائدة والمتطورة في تعزيس مسارات التنمية والنهضة والتقدم ما جعلهما مؤهلتين لتبوء مراتب متقدمة على مستوى العالم زيارات متبادلة جرت بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم وصاحب الجلالة السلطان حاج حسن البلقية سلطان برونايدار السلام جاءت لتؤكد متانة العلاقات القائمة ولتعكس إدراكا عميقا من قيادتي البلدين بأهمية بناء علاقات قوية لا سيما مع حجم وكثافة الاتصالات المتبادلة بينهما خلال السنوات الأخيرة والتي استهدفت ضخ دماء جديدة في شرايين العلاقات المشتركة العلاقات الثلائية بين مملكة البحرين وسلطنة برونايدار السلام زادت توطدا ورسوخا خلال السنوات الماضية استنادا إلى عدة دعائم قوية منها الزيارة الرسمية الثانية لجلالة الملك المعظم لسلطنة بروناي عام 2017 والتي أكد خلالها أهمية بناء علاقات قوية ومتينة مع دول القارة الآسيوية بشكل عام ومع سلطنة بروناي بشكل خاص لعقبها زيارة جلالة سلطان بروناي لمملكة البحرين عام 2023 علاوة على ذلك فقد عملت الاتفاقيات والتفاهمات بين الجانبين على تعزيز العلاقات القائمة والتي لم توفر الإطار القانوني اللازم لتفعيل التعاون الثنائي بين البلدين فحسب بل ساهمت في تسهيل تنفيذ مملكة البحرين للمشاريع المشتركة المتفق عليها مع سلطنة بروناي وفي إطار ما يجمع مملكة البحرين بسلطنة بروناي من علاقات استثنائية يقوم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب بزيارة إلى سلطنة بروناي دار السلام الشقيقة تلبية لدعوة خاصة لحضور حفل زواجي صاحب السمو الملكي الأمير عبد المتين نجد السلطان حاج حسن البلقية حيث تأتي هذه الزيارة لتؤكد وتعكس عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين وتفتح آفاقا جديدة للمضي قدما في تعميق العلاقات بين البلدين أكثر فأكثر ترجمة نانسي قنقر